أحبكم مجدداً مع الجديد عباءة الإخفاء الحراري عباءة الإخفاء الحراري تغير اتجاه الحرارة بفاعلية الضوء والصوت والآن الحرارة تماماً كعباءة الإخفاء طبعاً الإخفاء البصرية التي يمكنها أو يمكننا تغيير مسار الضوء لتحجب جسماً ما عن النظر ومثل المواد الخارقة الصوتية المصنعة التي يمكنها إخفاء جسماً ما عن موجات الصوتية العباء الحرارية المطورة مؤخرا يمكن أن تجعل جسم ما مخفيا حراريا عن طريق إعادة توجيه الحرارة الواردة إليه بفاعلية هذا النظام المصمم من قبل علماء في جامعة نان يانج في السنغافورة لديه القدرة على انتيو للتكنولوجيا الضبط الدقيق لتوزيع درجة الحرارة وتدفق الحرارة في الأنظمة الإلكترونية ونصف الناقلة ويمكن استعماله في الأجهزة ذات الحاجة الكبيرة لتوزيع درجة الحرارة وتدفق الحرارة الأنظمة الإلكترونية ويمكن أيضا استعماله في الأجهزة ذات الحاجة الكبيرة لتضييع الحرارة فعال وتمدد حرارة متجانس مثل محركات عالية الطاقة وأجهزة الاستشعار MRI التصوير بالرانين مغناطيس الحراري ومن قول البروفيسور بايلي تشانغ نظرا لمرونة شكلها يمكن أن تستعمل انتيو جامعة العباء الحرارية من قوله جامعة العباء الحرارية يعني حرارية أيضا صوت وإخباء الصوت وحرارة إلى آخرية يعني تجمع كل التقنيات كما يقول هذا أن العباء الحرارية النشطة أيضا في ملابس الإنسان لتبريد وتدفئة فعالة للتبريد والتدفئة يعني شيء مزدواج وهذا يجعلها ذات أهمية كبيرة في المناطق الاستوائية مثل سنغافورة في الفترة الصادقة كانت شانغ وزبولاء يقومون بتجريب هذه باستعمال المواد الخارقة وعبارة عن مركبات إصطناعية تظهر خصائص غير موجودة في المواد التي تتشكل طبيعيا فصمموا عباء حرارية من هذه المواد بحيث تقوم بتوجيه الحرارة المتنقلة لكن ذلك الجهاز كان يفتقر ولا يمكن استعماله مع الأشياء ذات فتح ودسكير يعني لمفتاح الأشكال الهندسية المختلفة نلقي نظرة على العباء إذا كان من الوضوح العباء الحرارية والسيارة إذن أصبحت قريبة جدا من شكل السيارة هذه هي العباءة إذن عودا على بدء قلنا إنها يعني ما فيها أون أوف تسكير وفتح من الأشكال الهندسية المختلفة ويضيف أيضا تشانج بعدها بدأنا بالتفكير فيما إذا كان بإمكاننا التحكم في العباءة الحرارية كهربائيا ليس من خلال توجيه الحرارة حول الجسم المخفي ولكن عن طريق ضخ الحرارة من الجانب الأول للجسم المخفي إلى الجانب الآخر بشكل نشط باستعمال وحدات كهره وحرارية وسيقوم تشانج وزملاء بوصف البنية والميكانيكة الحرارية العباءة هذا الأسبوع في مقال يظهر على غلاف Applied Physics في مجلة رسائل الفيزياء التطبطية وأيضا بناء العباءة الحرارية لبناء عباءاتهم الحرارية الفعالة قام الباحثون بنشر 24 وحدة كهره حرارية صغيرة عبارة عن مضخات حرارية نصف ناقلة يتحكم فيها مدخل جهود خارجي حول ثقب هواء قطره 62 ملي متر في لوحة من الكربون الصلب بصمت خمسة بلي لتر ملي متر طبعا هو وأيضا الوحدات تعمل وفق تأثير بليتر الذي ينص على أن الطيار المار من خلال نقطة المام اتصال بين ناقلين يمكن أن يمتص أو يولد حرارة بالتالي عند توصيل عديد من الوحدات في سلسلة فأنه يمكنها إعادة توجيه التدفق الحراري كما قام الباحثون أيضا بإصال النهايات السفل والعليا للوحدات بأسطح ساخنة وباردة في 60 درجة درجة مئوية على التوالي لتوليد تدفق ناشر الحرارة عندما استخدم الباحث مجموعة متنوعة من التوترات الكهربائية المحددة على كل وحدة من الوحدات الأبع عشرين امتصت الحرارة التي تقع على سطح الجانب الساخل لثقب الهواء وانتقلت إلى خزان حرارة خمسة مصنوع من أن نحاس موصول بوحدات أما الوحدات التي على سطح الجانب البارد فحررت نفس كمية الحرارة من الخزان إلى اللوحة الصلبة هذا يمنع انتشار الحرارة داخل ثقب الهواء يقول الباحثون أنها تقنية يمكن استخدامها لحماية المركبات الإلكترونية الحساسة من تسرب الحرارة إذن ليس للأشخاص إذن هي تلبس بطريقة معينة للأجهزة بالإضافة لذلك وجد الباحثون أن الحجب الحراري النشط لم يقتصر على شكل واحد للجسم الذي يتم إخفاؤه حيث عند تطبيقه باستخدام ثقب مستطيل الشكل أعادت الأجهزة الكهروحرارية توزيع الحرارة بنفس الفعالية بالنسبة لحالة الثقب الدائري بالنظر للمستقبل يخطت شانج وزملاء تطبيق العباءات يعني الحرارية في الأنظمة الإلكترونية وبتحسين فعالية نقل الحرارة وتطوير نظام تحكم ذكي للعباء طبعا هي مواد مصنعة تمت أو ميتاماتيريال المواد الخارقة هندستها لتحصيل على خصائص لا توجد في المواد الطبيعية هذه المستخدمة فيها العباء كما أن شكلها وحجمها بالغ الضقة ومتقن هندسية وترتيبها يجعلها قادرة على التأثير على موجات الضوئية والصوتية بطريق غير اعتيادية أيضا التطبيقات المحتملة لمواد الخارقة متنوعة تتضمن تطبيقات الفضاء البعيد وحساس الرصد الكشف ورصد البنية التحتية والإدارة الذكية للطاقة الشمسية والأمن العام وقبب الرادارات واتصالات ساحات المعارك ذات التردد العالي وتحسين حساسات الموجات الفوق الصوتية وحتى تحسين المنشآت ضد الزلازل أيضا التمدل الحراري أيضا كل هذه الخاصيات تحملها هذه العباءة وهو خاصية من خصاص المواد والتي تميل فيها إلى حدوث زيادة في الحجم لنتيجة ازدياد درجة الحرارة أيضا انتقال الحرارة بالتوصيل يعرف على أنه الانتقال التلقائي للطاقة الحرارية عبر المادة من منطقة ذات درجة حرارة مرتفعة إلى منطقة أخرى ذات درجة حرارة أقل من سابقتها سعيا وراء الوصول تجانس حراري من خلال انتشار واتصادم مجهري لجسيمات أو أشباه جسيمات داخل الجسام نتيجة التدرج الحرارة حيث تقوم بنقل الطاقة الكامنة والحركية عبر المنظمة مجهريا التي تعرفان معا باسم الطاقة الداخلية ويحدث التوصيل في جميع أشكال المادة ذات الوزن مثل المواد الصلبة السائلة والغازات والبلازمة أيضا تأثير الكهروحراري أو تأثير بلتر هو تحويل التغيير في الجهود الحراري أو الجهود الكهربائي إلى حرارة والعكس بالعكس خزان حرارة هو مصدر حرارة ذو درجة حرارة ثابتة لا تتغير بتحويل حرارة منه أو نحوه وإذن هذه كلها من خصائص العباء الذكية العباء الحرارية أو الخفاء الحراري